يبقى إن إيسيسلس تريانجل ده أول كونديشن التريانجل اللي عندي إيسيسلس طبعاً في الإيسيسلس تريانجل في عندي تو بيزز أنجل إيكوال طيب الأنجل اللي فوق دي بقى اسمها يبقى أنا عندي فيه تو أنجلز اللي تحت اسموهم بيزز أنجل والأنجل اللي فوق بيرتكس لو أنا جيت نزلت من البرتكس أنجل اللي فوق ميدين الميدين ده يبقى هو ميدين في إيسيسلس تريانجل هيعمل لي إيه؟ بيسيكت البرتكس أنجل هيسمها للتو إيكوال أنجل اللي هم التو سيركلي اللي فوق دون وكمان هيبقى بيربيندغلر على البيز نومبر 2 أو كولوري 2 يبقى برضو في الإيسيسلس تريانجل اللي هو بيسملي البرتكس أنجل للتو ستارز هم تو إيكوال أنجل اللي بيسيكت للأنجل ده بيعمل إيه؟ بيبقى بيربيندغلر بيبقى بيربيندغلر على البيز وكمان بيبقى ميدين يعني بيسيكت البيز أوكي؟ يبقى لو كان بيسيكتر للفيرتكس أنجل معنى كده هو هيبقى بيسيكت للبيز وبربيندغلر عليه بحيث أنه هو بيربيندغلر بيعمل إيه؟ يبقى بيسيكت البيز and the vertex angle أجين يبقى بيسيكت للبيز عندي إيسيسلس تريانجل في الإيسيسلس تريانجل لو جيت رسمتي بيربيندغلر من البرتكس أنجل يبقى البربيندغلر ده هيعمل إيه؟ حكتين أولا هيبقى بيسيكت للبيز تاني حاجة هيبقى بيسيكت أو بيسيكتر للفيرتكس أنجل أوكي؟ يبقى لو قلت دولتي فيه فور كونديشنز من هم تو كونديشنز يتحققوا يبقى لتو كونديشنز التانين هيتحققوا أولا عندي إيسيسلس تريانجل ده لازم ده ثابت إن إيسيسلس تريانجل ده أول كونديشن لو فيه لين بيربيندغلر البربيندغلر لين ده هيعمل إيه؟ بيسيكت الفيرتكس أنجل بيسيكت ذا بيز يبقى البربيندغلر أدي تاني كونديشن بيعمل إيه؟ بيعمل تو كونديشن بيعمل حاكتين. بيسيكت البرتكس انجل بيسيكت البيز. طب لو كان اللاين ده بيسيكتر للبيز يعني ميدين. يبقى يعمل ايه? بيسيكت الانجل and perpendicular اوكي? ده ان اي سيستر انجل. طب برضو ان اي سيستر انجل لو عندي لين بيسيكت للفيرتكس انجل. هيبقى بيسيكت للبيز يعني هيبقى ميدين وهيبقى perpendicular عليها. اوكي? the axis of symmetry the straight line drawn perpendicular to line segment from its midpoint is called the axis of symmetry of this line segment. that definition يعني ايه? axis of symmetry لنهو اصعاد بيجي في الcomplete يبقى الaxis of symmetry هو اللاين اللي perpendicular. any point lying on the axis of symmetry of a line segment is equidistant from its ends يبقى اي point موودة على الaxis of symmetry اللي هو اللاين الvertical line ده هيبقى equidistant يعني على نفس الدستانس من ال a ومن ال b again if a point is equidistant العكس بقى لو لقيت ان point equidistant from the two ends من ال a ومن ال b from the two ends of a line segment then the point lies on the axis of symmetry of this line segment اوكي يبقى ده axis of symmetry يبقى اكيد البوينت موجودة على ال axis of symmetry لو كانت البوينت equidistant يبقى اكيد موجودة على axis of symmetry ناخد example a b c is a triangle in which a b equal a c يعني i c is the triangle a d perpendicular لقيت perpendicular for i c is the triangle يعمل لي ايه؟ يعمل لي two conditions bisectal angle و bisectal base اوكي measure of b a d equal 25 b c equal 6 find measure of d a c d a c تبقى ايقى الكام directly 30 ليه؟ لانه perpendicular فهيعمل ايه؟ bisectal base يعني هيبقى median هيقسم للbase ال b c هيقسمها b d equal d c وهيقسم للvertex angle تبقى 30 و 30 اوكي يبقى line ال perpendicular هيبقى bisectal للbase و bisectal للvertex angle تبقى two angles اللي فوق 30 and 30 اوكي يبقى هقول له two conditions اللي تحققه هم ايه؟ ان عندي accessible triangle يعني a b equal a c لأول condition و عندي line perpendicular يعني a d perpendicular b c then a d is bisectal to the angle b a c معنى كده measure of d a c هيبقى equal measure of b a d equal 30 number two هو طالب مني the lens of d c اتفقنا هو bisectal angle bisectal base هيقسم لي البيز معنى كده ان ال b d equal d c equal cam هو كان مديهالي كلها ب six فهتبقى الجزء ده ب three تقريبا لان الصورة راحت فتقريبا هو كان مديهالي ب six فيبقى نصها ب cam ب three a c intersect b d equal m وال a d parallel b c m b equal m c prove that ان التريانجل a m d التريانجل اللي فوق is an isisless triangle طيب التريانجل اللي تحت isisless هو مدين m b equal m c طالب منه isisless triangle يبقى two basis angle equal يبقى b equal c اوكي طب عندي paralysm معنى كده ان ال angle d تبقى equal measure of angle b lay alternate angles نفس الكلام ال a هتبقى equal c lay علشان برضو alternate angles يبقى كلهم قد بقى كلهم بستارز او d قد ال b وال b قد ال c وال a قد ال c يبقى ال a equal d يبقى four angles كده equal a equal d equal b equal c معنى كده ان التريانجل اللي فوق فيه two equal angles يبقى التريانجل اللي فوق isisless triangle نقول الكلام ده ازاي هقول له since ان عندي paralysm اللي هو ال a d parallel b c then measure of angle b equal measure of angle d lay alternate angles نفس الكلام measure of a هيبقى equal measure of c برضو alternate angles و since ان ال m b equal m c then measure of b equal c يبقى كمان ال a equal d نفس اللي احنا قلناه احنا بنعيده بس بنكتبه since ان ال b قد ال c يبقى كمان ال a قد ال d then التريانجل a m d is an isisless triangle اوكي ترامى فيه two equal angles سلما two basis angles equal يبقى التريانجل ايساسي سلسط triangle ترامى فيها ترامى في القوة